كتاب الله وعطرتي علي لحوة في هذا الكتاب يعني مسند الإمام أحمد المجلد الثالث أعزائي في صفحة 464 من الكتاب الرواية طويلة الذيلة أنا أقرأ محل الشاهد قال سمعت ابن عباس أن وفد عبد القيس اللي يشير إليه سيد الخوي أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله قال ممن الوفد أو قال القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد أو قال القوم غير خزايا ولا نداما قالوا يا رسول الله أتيناك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولسنا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام باعتبار لا يوجد فلا يغيرون علينا فأخبرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا وسألوه أسئلة متعددة عن الأشربة والأطعمة عن أسربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع الرواية طويلة إلى أن يقول أمرهم بالإيمان بالله تفتو أكون نكتة هواء لطيفة في هذه الرواية وموجودة في رواياتنا ولكن بطريقة أخرى أمرهم بالإيمان بالله قال أتدرون ما الإيمان بالله الإيمان بالله بينكم وبين الله يحتاج إلى الشرح ولكن رسول الله ماذا يسأل هؤلاء القوم أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال التفتوا الإيمان بالله كيف يفسره رسول الله صلى الله عليه وآله قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمسة من المغنم فسأل الآن توجد نكتتان في هذه الرواية النكتة الأولى أنه إذا لم يؤمن الإنسان برسول الله فقد صح إيمانه أو إيمانه ناقص أصلا لم يصح إيمانه بالله أصلا لأن النبي يفسر الإيمان بالله يقول الإيمان بالله لا يتحقق إلا بإقامة ماذا بإقامة الصلاة وأن تعطوا الخمسة من المغنم حسنا أنظروا أهميتها الرواية أنظروا ماذا يقول يقول إسناده صحيح هذا التحقيق اللي أنا أقول ينبغي أن تكون في رواياتنا هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين فلان وفلان وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وأخرجه الطيالس رقم رواية كذا وابن أبي شيبة في كذا والبخاري في كذا ومسلم في كذا والنسائي في كذا وابن خزيمة في كذا وابن حبان في كذا والطبراني وابن مندى والبيهقي والسنان وفي الدلائل والبغوي من طرق عن شعبة سند آخر وأخرجه أبو عبيد في الإيمان والبخاري عن طرق أخرى وهكذا يعني أنت في صفحة واحدة تقع كاملا على فهرسة ماذا هذا الحديث من قال بصحته وعلى أي أساس وما هي طرق إخراج هذا الحديث من باب المناسبة أنا بيودي أن الأعزة يلتفت أنه مضمون هذا الحديث أحنا أيضا ورد عندنا في أصول الكافي ولكن في أصول الكافي الرواية الواردة هذه وهي رواية مفيدة في هذا المجال إذا استطعنا أن نخرجها للأعزة في صفحة لعله أربعمائة واثنين واربعين من بلي من أصول الكافي هذه الطبعة الحديثة في صفحة أربعمائة واثنين واربعين الرواية هذه أعزة الرواية قال لي أبو جعفر الرواية عن أبي حمزة قال لي أبو جعفر إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا ضلالا ضال قلت جعلت في ذاك فما معرفة الله والتفت إلى النقطة إذن الروايات هذه الرواية مفسرة تلك الروايات أول الدين ماذا معرفته التفتولي قلت جعلت في ذاك فما معرفة الله قالت تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله وموالات علي والاعتمام به وبأئمة الهدى والبراء إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل عجيب معرفة الله شنو علاقته بالاعتمام بعلي وبأهل بيت نفس هذا المضمون الذي يوجد أين في مسند الإمام أحمد وهو أنه أساساً ما معنى الإيمان بالله قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأنه صلى الله عليه وآله رسول الله واليئتان الصلاة والحاج وإلى غير ذلك هنا أيضاً تشير هذه يعني أن المعرفة لا تتحقق إلا ماذا إلا بالاعتمام بهم التفت جيداً والبراءة من عدوهم من أعدائهم هكذا يعرف الله عز وجل ثم روايات في هذا الباب تحت عنوان لعجزة يراجعوها باب معرفة الإمام والرد إليه إذن تجدون أن هناك إصرار من أئمة أهل البيت على معرفة الله لا يتبادر إلى ذهنكم أن باب معرفة لا شيء وباب معرفة الإمام ماذا شيء آخر لهذان بابان بحسب التحليل النظري والعلمي وإلا بحسب الإيمان هما ماذا هما باب واحد جيد من الروايات الواردة أعزائي في هذا الباب